صباح الكرة على حضراتكم وأهلا بكم في فقرتنا الطبية الفقرة المتعودين دايما نقدمها لحضراتكم في آخر فقرات صباحك عندنا وأكيد مستمرين مع حضراتكم في سلسلة فقراتنا عن الجمال والتجميل اللي بيقدمها لنا مركز نبضه النهاردة هنكلم عن موضوع مهم جدا هنعرف ايه هي الطرق العلمية والطبية الحديثة في علاج كل مشاكل الشعر خلونا مباشرة نبدأ فقرتنا ونعرف علاج مشاكل الشعر مع ضيفتي وضيفت حضراتكم النهاردة دكتور مريان نادر أقصائي الجلدية والليزر بمركز نبضه صباح الخير على حضراتكم صباح النهاردة دكتور منوارونة ناردة دكتور خليني قبل ما نتكلم عن مشاكل الشعر الحقيقة جات لنا أسئلة كتيرة جدا بتسأل عن مشكلة تساقط الجفون سواء الجفن العلوي أو السفلية طرح المشكلة دي ليها حل ولو ليها أكتر من علاج إزاي بنقدر نحدد العلاج المناسب للمشكلة هو فعلا إحنا بيبقى عندنا مشكلتين مشكلة في الجفن العلوي ومشكلة في الجفن السفل لو هنتكلم عن الحالة متوسطة اللي هو التهدل بسيط أو سن التجعيد بسيطة لو الحالة سيفير قوي دي نطلق نعملها جراحات لكن لو الحالة متوسطة من ميلد المدرد في البدايات يعني ممكن نعملها لو في منطقة الجفن العلوي نعليجها الأول بالبوتوكس البوتوكس بيبتدي يرفع لي الجفن يرفع لي الحاجب بتاعي فيشد لي المنطقة المتهدلة في الجفن فبيوسع العين زي ما كان لو في منطقة لو الموضوع أكبر شوية يعني لو هي حالنا عملنا باطوكس بوليسة برضو استيل في سلة تجعين موجودة عندها أو سنة كسرة موجودة أفلالها العين ممكن في الحالة دي نرفعها لها بالخيوط نشد الجفن من نشد الحاجب من منطقة الطرف يعني ميزة الخيوط أنها هي ممكن تشدلي الحاجب من الطرف ممكن تشدلي الحاجب من من منطقة الأمامية ممكن ترسم الحاجب يعني ممكن أشكل الحاجب زي ما أنا عايزة أرفع طوطة الحجب أو أرفع طرفه بس أو أرفع أعمله برسمة دي منطقة واحدة عندها منطقة التير تراف أو منطقة تحت العين الجفن السفلي تحس إنه هو فيه سنة كرمشة أو كسرة موجودة عندها دي حاجة اسمها تير تراف نتيجة فقد الكولوجين في المكان ده فدي بحقنة فيلر واحدة بس نوصها في كل جفن ودي برضو حالة برضو عندها منطقة التير تراف بيعكس لي إنه عندها هالات سودة هالات ومنطقة كرمشة تحت العين دي بيبقى علاجها عن طريق الفيلر بنحق نص السرينجة هنا ونص السرينجة في تحت الجفن الثاني بتبتدي تديني امتلاق في ساعتها تمام وبتعالج الموضوع المشكلة اللي عندنا دي الحالة كنت بقولك عليها اللي هو شد الجفن العلوي احنا ممكن هتلاحظ إن كل منطقة الحاجب اترافعت من قدام عندها زي زي ما يكون جلدة نزلة على حاجبها دي بنارفعها عن طريق الخيوط بس قبل ما بنعمل الخيوط بنعمل البيشنط بوتوكس الأول عشان البوتوكس بيساعد على رتخاء العضلة شوية طبعا زينا شايفة هنا جفناها نازل جامل على عنيها لما رفعناه بدأ يوصع لها العين زي ما كانت زمين بس الحالة دي مش حالة لسه في بداية الحالة دي قوية شوية فإحنا عملنا لها بوتوكس وبعد البوتوكس عملنا لها خيوط الحالة دي ولا قبلها عشان نرفع الرفعة دي ببتدي ندخل من منطقة من عند منبت الشعر ندخل بالخيط وناخد الرفعة اللي احنا عايزين نعديها الحجم ونطلع من الناحية التانية بتكون دا حتى أسير بنج موضعي مخدر للجلد فلا متكونش حاسة بنحقن كمان بنج بنج لوكل في المكان اللي احنا بنحقن فيه عشان حتى دخلة الإبرة الصغيرة ما تحسش بيها تمام بتلاقي نتيجة في ساعتها من الخيوط رفعت الحاجة بتبان في ساعتها طبعا احنا بنكون عامين أوفر كوريكشن أو بنكون شدين أقصى حاجة عشان هو مع الوقت في خلال تاعة أربعة أيام هتبتدى الدنيا تريح معها زي توصل لنتيجة اللي هي عايزة فإحنا بنكون شدين عشان لما تريح توصل لنتيجة اللي هي عايزة ويبن شكلها طبيعي جدا ويبن شكلها طبيعي جدا طبعا وبتغني عن حالات كتيرة جدا بتبقى محتاجة لجراحة ممكن تغني عن الموضوع ده تمام فحالة إن احنا طبعا لو علجنا المشكلة في البداية يعني أول ما نلاقي فيه تهدل بسيح حتى لو بسيط نبدأ نحل المشكلة طب دكتور بردو فيه بنات كتيرة أو بتبقى محتاجة يعني تحدد أو ترسم شكل الخدود ويكون الخدود فيها نظارة بس بتخاف شوية إنه ممكن الموضوع يبان إنه مش طبيعي إزاي نقدر نحل المشكلة دي ونرسم شكل خدودنا بس الموضوع يبان طبيعي هو إحنا تمالي عندنا في مركز نبض بنحب نوري البيشنط يعني لأول أنا هفهمها إحنا لو عملنا سرينجة هذا بقى شكلك بالحالة الفلانية لو عملنا سرينجتين هيبقى شكلك بالحالة الفلانية لو عملنا ثلاث سرينجات يعني في حالات سفير قوي بتحتاج ثلاث واربع سرينجات على حسب كمية الفقد اللي هي فقدتها وكمية التعويض اللي عايزة تعوضها لو هنتكلم عن واحدة بس عايزة تدي مثلا رسمة بسيطة أو يبقى وشها رادد حاجة بسيطة دي ممكن تاخد سرينجة هتبقى نصها في الخد ده ونصها في الخد ده هتدور لها عضمة الخد شوية هتدور لها عضمة الخد سيرنج واحدة من الفلر مش هتدي حاجة امتلأ أوفر بالعكس ده هتدي نتيجة كويسة يعني تماني بقول البيشانت محدش هيلحظ ان انت عاملة حاجة في خدودك اللي هيلاحظ هيلحظ ان ايه شكلك محلو شوية وشك رادد شوية منطقة الهالات اللي عندك تحسنت خدك ترسم سنة بسيطة لو احنا عايزين الموضوع اكبر شوية هناخد سرينجة تانية تمام الصورة اللي معنا دي انت مش تلاحظ اختلاف كبير قوي فيها بس ايشكلها زي ما بقولك ايشكلها اختلف دي سرينجة واحدة اللي بتعمله تمام لكن لو الحالة عايزة تبرز عظمة الخد اكتر بتعملها كونتورينج بنا بقى محتاجين نص سيرينج هنا ونص سيرينج هنا لو عايزة تعمل الخدود الامامية بنا بقى محتاجين نص ونص على حسب التدريطي تحتاج الحالة او على حسب هي عايزة توصل لإيه بتحتاج كمية فيلر قد ايه تمام دكتور بوردون من الاسئلة كتيرة اللي بجلنا عن تجعيد الرقبة وتكلمنا قبل كده عن ان مشكلة تجعيد الرقبة نقدر نحلها بالخيوط بس تيطرة نوعية الخيوط اللي بتستخدم في الرقبة غير نوعية الخيوط اللي بتستخدم في باقي الواج طبعا الخيوط دي زي ما اتفاقنا هي احدث حاجة نزلت دلوقتي زي ما كنا بنقول قبل كده كنا بنعمل عمليات تجميل وشد الواج جيبي نتاج هيلة جدا في منطقة الوش لكن في منطقة الرقبة كان بيبان جدا لغاية اما الخيوط بدأت تتطور تتطور لغاية ما وصلت لخيوط بتعملي شد لمنطقة الرقبة بتدي نتيجة كويسة يعني دي حالة احنا عملنا لها حاجة اسمها جولا دي نشن بالخيوط حددنا لها منطقة الفك وهي كان عندها منطقة دابل تشين بسيطة او سنة لغضة بسيطة خلش عملناها لها ميزولايبولزز او جذاب الدهون موضعية تمام الحالة دي عملت خيوط في منطقة الفك يعني ميزة الخيوط ان هي ممكن ترسملي بندخل من الخيط من عند ورا الودن او من عند جنب الودن ونمشي على العطمة اللي هي عايز ترسمها فبنشد الدهون او بنشد الجلد المتهدل للنازل كمان في بعض الحالات ممكن تتحسن دايركت لو احنا عملنا خيوط في منطقة الرقبة وحالات تانية ممكن تتحسن لو احنا شدينا منطقة الجولاين بتتدتي تتحسن لها منطقة الرقبة فعلى حسب يعني احنا الاول بعمسك البيشانت واأactivتها لو احنا شدينا من الناحية دي انت كده الرادية شكل كده كويس متقبلة لو احنا شدينا من فوق ورفعنا الويش انت كده متقبلة لو احنا شدينا الرقبة ضايرك فكل منطقة في الويش يعني ممكن احنا بطريقة غير مباشرة نعالج تجعيد الرقبة أو نعالج التهدل في الرقبة. كل ده كل منطقة في الوش لها ميزة نهية لها نوع خيوط أو شكل خيوط معين. على أساسه بتبتدي تدي نتيجة. يعني لو أنا رفعت منطقة الخدود هنا وشدتها هتلاقي منطقة الجولاينز دي تحسنت فتشدلي لأنه لما الوش بينزل لتحت تلاقي الحتة دي نزلت على الرقبة فعمت لها تهدل. لو احنا رفعناها هتلاقي التهدل في الرقبة تحسن في بعض الحالات لو احنا شدنا وعملنا جولاين ديفينيشن وشدنا من عند الويد وحددنا المنطقة دي ممكن تلاقي تجعيد الرقبة تحسنت. لو احنا دايركت كان الحالة سيفير شوية ممكن نعملها فوق منطقة الوش ونعملها شد كمان منطقة الرقبة فعلى حسب المشكلة بتاعت الحالة ميزة الخيوطان هي بتلاقي نتيجة في ساعتها في ساعتها بتلاقي نتيجة. وكل ما هتقعد أسبوع في الثاني في الثالث كل ما النتيجة بتكون أحسن. والحلوة كمان ان الحالة نفسها بتبقى شايفة هي ممكن توصل إيه فبتحدد الشكل اللي هي راضية عنه كمان. بالضبط. بالضبط. تمام. دكتور بقى ندخل لموضوع الفقرة هو مشاكل الشعر. بس احنا كلنا عارفين انه البشرة لها أنواع وبقى فيه نوع بيكون أكثر عرضة للمشاكل عن جروع. الشعر بقى يا دكتور ليه أنواع وبرده بيكون فيه نوع من الشعر بيكون أكثر عرضة للمشاكل؟ طبعا. أولا الشعر المجهد جامد قوي نتيجة سبغات نتيجة فرد كتير نتيجة بكترة وبدون وعي نتيجة غسل شعرنا كل يومي. يعني فيه بنابتي تقولي أنا بغسل شعري يوميا طبعا ده بينشف المادة الدهنية أو بيشيل المادة الدهنية لربنا خلقها بتبقى محوضة شعري فبتساعد شوية نهاية تحميها لي. كل الحاجات دي بتأثر على الشعرية يعني أن أنا ما أهتمش بيه أن أنا أجهدها بفرد أجهدها بحاجات فيها فورمالين بنسبة كبيرة أجهدها بسبغات أجهدها على طول أغاية لون شعري من لون فاتح قوي من لون سوري من لون بشر اللون الغامق للون فاتح مرة فبسح باللون فده بيأثر على أجهد الشعر تمام. كل الحاجات دي طبعا بتخلي الشعرية بتاعت الشخص اللي بيعمل كده أكتر عردة أن هي تقع أكتر عردة للتقصف أكتر عردة أن هي ما تطولش بالمعدل الطبيعي بتاعها. تمام. طب دكتور إيه المشاكل اللي ممكن حدركت قابليها مع الشعر الدهني والمشاكل اللي ممكن أن قابلها مع الشعر الجاف هو تملي أنا بقول شعر الدهني إن دلهم مشاكلهم ودلهم مشاكلهم. يعني تاع شعر الدهني بتلاقي عندها في بعض فصول السنة عندها حاجة اسمها إجزيمة دهنية إشرة كده لما تتمسيك الإشرة دي وتحطتها ما بين ورقتين Ellie بتنزل دهول فبتلاقي عندها إشرة واصحاب الشعر الجاف بتلاقي بعد بدوا عندهم إشرة في فصل إلى التحتى نتيجة جفاف جامد أوي فروط الراص فدول بيبقى عندهم إشرة بس مختلفة تماما عن دول كمان الشعر الجاف أكتر عرضة للتأصف والهيشان عن الشعر الدهني ميزة الشعر الدهني إن هو شوية بيبقى ربنا خيالي فيه طبقة الحماية بتاعته أو المادة الدهنيية اللي بيفرزها فبتكون حمية شوية بس بيزيد بسرعة البيشانت بتطار تخسل شعرها كل 3-4 مرات في الأسبوع عشان يشيل المادة الدهنيية الموجودة في دي فدولهم مشاكلهم ودولهم مشاكلهم بس ده ما يمنعش إن جهاد الشعر أو تقصفه ده مشكلة للتنين لو أنا ما اهتمتش بشعريتي أو لو أنا ما خدتش تغزيل كافي أو لو أنا عملت ضاية كافي ضاية فضيع جدا وخلصات كمية كبيرة قوي الشعر الدهني والشعر الجاف جميع أنواع الشعر هتتأثر تمام طب إحنا كنا متعودين دايما دايما الشعر الجاف هو اللي بيكون أكثر عرضة للتقصف والتساقط والشعر الدهني دلوقتي كمان يعني مع سوء أو عدم عنايتنا بشعرنا كمان أصبح كل أنواع الشعر بيعانوا من التقصف إزاي بقى بنقدر نعالج مشكلة الهيشان والتقصف لكل أنواع الشعر طيب خلينا نتكلم لو هي أصلا المشكلة هي طبيعة شعرها واخد الكيرلي واخد الهيشان أو التقصف في أطراف الشعر ففي الحالة دي إحنا بنبقى محتاجين مادة توبيكل مادة موضعية تتحط على الشعرية مادة شمعية تبقى محوطة للشعرية تديها لشكل كويس يعني أنت بيقولك بيشان الشعرية نازلة عندك فيها تشقوقات تشقوقات هو ده اللي بيدي الشعرية مظهر أن هي هيشة ومش مفروضة وشكلها مش كويس أنا ببتدي بالمادة دي أغلف كل التشقوقات الموجودة عندنا أملاها كلها فتتدي الشعرية تنزل عندي مفروضة وشكلها كويس ده في جلسة واحدة بس بيبتدي تدينا نتائج كويسة جدا مادة شمعية بتحوط الشعرية تخليها نازلة مفروضة وشكلها كويس طيب لو هي عندها الموضوع ده طرق عليها يعني هي ما كانتش كده أصلا ما كانتش شعرها مجهد بالطريقة دي وما كان شعرها مؤصف بالطريقة دي نبتدي الأول نرجع شعرها لطبيعته عن طريق ساشنز جلسات وعلاج ونغذي الشعرية زي ما هي ترجع لطبيعتها وبعدين لو استغل المشكلة دي موجودة عندها في أطراف شعرها نبتدي نحط لها مواد موضعية تغلف لنا الشعرية فتخليها نازلة كويسة جدا شكلها مفروض ميزة الجلسة دي نهي بتديها نتيجة في ساعتها البيش انت بتلاقي ان فعلا شعرها نزلت فرد وشكله مفروض وشكله كويس جدا بس طبعا هي مش مادة دائمة مش هتقعد معها مادة الحياة صحيح تمالي بقول لها انتي لو جبتي كفر لحطتي لوحة وحطتي عليها كفر هل جودة وطلعتها في الشمس هل جودة الكفر ده زي ما حطتي دلوقتي زي بعد 3-4 شهور زي بعد سنة طبعا غسيل شعري غسيل الكلور في المية بعد طبعا حرق فروة الراس كل الحاجات دي بتأثر على جودة الغلايف الناس اللي بيقى شعرها اصلا شكله كويس بس مجرد ان هي عايزة حاجة تديلوش تداري التأصيفة بتحتاج تعميله مثلا كل سنة لكن الناس اللي شعرها بيبقى كيرلي قوي ومجعد وجامد جدا وهيش قوي وناشف فلما بتطلع جدور شعرها محتاج ان هي تعييد كله مثلا تعتربع شهور على جدور لما تطلع تيجي تعملها طب دكتور خلينا نتكلم بقى عن اكتر مشكلة بنعاني منها الحقيقة مشكلة تساقط الشعر يا ترى فيه نوعية شعر معينة هي بتعاني من التساقط اكتر من غيرها طبعا الشعر يعني احنا هنقول الاول فيه معدل طبيع لتساقط الشعر يعني فيه بيشنت بتيجي تقوم أسكالي كيسا كده بتيجي تقول يا دكتور شعر ده كله وقع مني دي حالة مرضية اسمها تليجون إفلوفيوم او الشعر اللي كان هيقع وقع كله مرة واحدة بكترة لكن فيه معدل طبيع لتساقط الشعر طبيعي لما انا جاء سرح شعري وهو انا يشوف الاقي كم شعرية بيقع مني من 50 لـ 100 شعر اللي هي طبيعي الشعرية اللي هتقع عشان شعرية جديدة تطلع مكانها ده السايكل الطبيعية بتاعت الشعر لكن اللي مش طبيعي ان انا اجي اشد شعري الاقي خوصل يعني دي دورة الشعرية اللي هي مرحلة الأنجن والكاتجن والتيلوجن مرحلة الأنجن اللي هي مرحلة القوانية خلص اللي هي الشعرية بتبتدي تنمو فيها المرحلة اللي بعدها تبتدي تكتمل نمو الشعرية وبعد كده تبتدي مرحلة الكاتجن اللي هي مرحلة امتقالية ما بين نمو الشعر وما بين تساقط الشعر وابعد كده تيجي مرحلة التيلوجن اللي هي مرحلة تساقط الشعر بقى العادي اللي هي اثر حاجة الشعرية الطبيعي ان هي بتقع وهناقي تحت كده حاجة صدد بدأت تطلع مكانها عشان اللي وقعت عشان تبتدي واحدة صحية اكتر تطلع مكانها فيه سايكل طبيعية ده بتحصل فيها زي ما كنا منتكلم أنه اللي مش طبيعي بقى أن أنا أسرح شعري ألاقي خصل جمدة بتقعة مني اللي مش طبيعي أن أنا لقي فروة راسي أو فراغات فروة راسي تبتدي تبين اللي مش طبيعي ألاقي أن سمك الشعرية التخين السميكة لكات زمان تبتدي تبقى رفيع اللي مش طبيعي أن أنا شعري كان بيطول بمعدل معين معادش بيطول وصيبت عند وضع معين كل دي مشاكل شعر أنا ممكن أواجهها تمام بس في نوع معين من الشعر بيكون هو أكثر عرضة لمشكلة التساقط بمجرد أن أنا أعرف مثلا أن شعري جاف شعري دهني فأبتدي على طول أول ما أخد بالي أنه شعري بيتساقط بشكل كبير أحل المشكلة هو طبعا الشعر الجاف بيبقى أكثر عرضة للتساقط لأنه هو الشعرية نفسها ما عليهاش المادة الدهنية اللي بتحميها شوية فبتبقى أكثر عرضة للتأصف أكثر عرضة للتساقط لكن كمان في بعض الناس بيكون عندهم موضوع العام الوراثي أو الصلع الوراثي أو الفيميل باتن أوف اندرجينيك ألبيشيا اللي هو موضوع تساقط الشعر الوراثي في السيدات يعني مثلا هتلاقي والدتها عند سن معين بدأت فروت رأسها تبقى بينة بدأت شعرها موقعش بس شعرية نفسها خفيفة جدا جدا فقدت سمكها اللي كانت موجودة عليه زمان البنت دي لوالدتها كده أو اللي ولدتها عندهم عنده الموضوع لصلاع الوراثي ده تبتيت تاخد بارها من هي في سن صغير عشان الموضوع لو احنا أهملناه سنة في الثانية في الثانية تلاقي شعرها يوصل لمرحات والدتها بدري كمان معناك يا دكتور ان تساقط الشعر ليه مراحل وازاي بنقدر نحل يعني مشكلة التساقط دي من بداية المراحل لقدر لا لغاية يعني ما نوصل لمرحلة الصلاع نقدر نحل المشكلة دي؟ طبعا ممكن نقدر نحل المشكلة دي أولا لو أنا عندي موضوع بداية تساقط الشعر حاجة اسمها تلوجين إفلوفيوم أو تساقط شعر عائد إنا بجيسرح لكن مية كبيرة قوي بتقع دي من لقيها في ناس يا إما هي تعرضت الفترات سترس يا إما عندها نقص في الهوموجلوبين أو مخزون الحديد في الجسم يا إما عندها مثلا بعد الولادة في فترة الولادة أو الحاملة ولادة مستروا فترات سترس دي صورة بتوضح لنا موضوع الصلاع الوراسي الفرق ما بينه في الرجال عن السيدات يعني في الرجال بتلاقي تمالي الانتيرر الهير لاين أو الخط الأمامي للشعر فقد تماما في الرجال بأي أن كانت شكله لكن في السيدات هي بيحصل سيرنج الشعرية نفسها بترفع جدا يعني انت تلاقي فيه شعر موجود ما فيش منطقة فضيط بس الشعرية رفعت ما اخدتش ما كانتش زي زمان ما عدتش ملمسها لتخين السميك اللي مداري فروة الراس فروة الشعر كمان بينا يعني بالزبط لمنين الشعرية اللي كانت تخينة وساميكة ومغطية فروة الراس بدأ كل الشعر يرفع فبدأ أنه يحصل لها فروة راس هاتبين لكن السيدات ما بيحصل لهم شفاقه ده في خط الشعر الأمامي يعني في خط الشعر الأمامي بيبقى ثابت لكن تلاقي منطقة المنتصف بقيت خفيفة جدا منطقة الجانبين بقيت خفيفة جدا كنا بنتكلم عن موضوع التساقط وإزاي نقدر نعالجه من قبل ما يوصل لموضوع الصلاع لو هو بدايات زي ما قلنا أنه ياما عملت ضايت قاسي جدا ياما عندي نقص في الحديد ياما بعد استرس أو بعد ولادة أو بعد عملية أيا كان قد أن شعر يقع بكيميات كبيرة جدا بنبتزي الأول لو فيه سبب عندنا نقص الحديد نبتزي أن نعالجه معنا بنعمل لها ساشنز بقى جلسات الجلسات دي بتبقى فصورة أقراس هي بتاخدها حقا في فروة الراس بتبقى ممكن تاخد حقا عضل معايا كل ده أنا هدفي أن أنا أقوي الشعرية أغذيها بكل الفيتامينز هي فقدتها عشان ممنع التساقط الموجود معنا ممكن نحقق بلازما بي ار بي ممكن نحقق بحالات الصلاع الوراسي أو الحميوات اسمها ديوتا سترايد ممكن نحقق الحاجة اسمها جراس فاكتورز أو عام النمو ده في حالات التساقط الشعر العادي لكن لو في بداية الصلاع الوراسي مثلا ورقيننا في الرجال أو في السيدات على فكرة بيعينهم موضوع الصلاع الوراسي ده هنلاقي الرجال بدأ شعرهم يخف ويصحف يعني هو يقولي أنا من كام شهر ما كانش شعري ما كانش جانبين شعري فضين قوي بالطريقة دي وفي السيدات تي تقولي أنا فروتراسي بدأ اتبان أنا بدأت لمشتي وجعني وأنا بسرح الكومنت ده بنسمعه كتير في الحالات دي كل ما هنلحق بدري كل ما هيكون أفضل يعني بيجي لي سيدات بيكونوا أهملوا يعني هقولك على حاجة إحنا لو جبنا دي موضوع اللي هو منطقة الجانبين بس دي في حالة هي أصلا طبيعة شعرها هي إما من تراكشن الألوبيشي إن أنا شديت شعري إنو هي صغيرة كان بتشدي شعرها جامد قوي فبدأ إن المنطقة اللي في الجانبين دي تفضى خالص تفضى وهي سابتها وأحملتها فبدأ معادش فيه بصيلات شعر ففي حالات البنات دول وبنلاقيها كمان إن منطقة القورة عندها بقت عريضة جدا فالبنات دول بنتزي نعالجهم عن طريق زراعة شعر زراعة شعر في المنطقة اللي فضيت لأن إحنا عندنا مليون بصيلة شعر اللي طالع منهم بس ألف إحنا بناخد ومتازي نعوض المنطقة اللي حصل فيها فقد بتلاقي نتيجة حلوة جداً الشعر بيرجع يرمو معضلة طبيعية ده لو إحنا تكلمنا عن موضوع زراعة الشعر طيب الصلع الوراسي بقى الصلع الوراسي زي ما كنت فأنا هو بيحصل في السيدات والرجال نلحقه إزاي؟ نلحقه اللي هو أنا أول ما أبتدي ألاقي إن شعري بدأ يسحف أبتدي أول دي أول دتي بالمنظر ده بيكونوا أهملوا في نفسهم 3 و 4 و 5 سنين الفكرة لو أنا يعني مثلا جبت عضو من أعضاء جسمي وفضلت ركنيه ما بحركهوش وستقم ربطاء برباطه ما بحركهوش خالص ولا بعمل أي حاجة يحصل ضمور في المنطقة دي فبصيلات الشعر برضو لو أنا أهملتها لما أستخدم فيتامينز وفروة راسي باينة ولا باستخدم أي حاجة ترش على فروة الراس ولا أي حاجة وسيبايا تدهور 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 سنة في التانية في التانية بيحصل ضمور عند مرحلة معينة أقول لها لا إحنا ما نقدرش نرجعه زي ما كان زمان فكل ما نلاقي الموضوع ونلحقه بدري هيلاقي يتيجة كويسة جدا صحيح دكتور مريان يعني إحنا استفدنا جدا بوجودك معنا وسعيدنا طبعا بوجودك وأكيد الأسبوع جاي بيكون لنا لقاء تاني مع حضرتك بشكرك شكرا جزيلا دكتور مريان نادر أخصة الجلدية وليزر بمركز نبض بشكرك مرة تانية دكتور مشاهدين الكرام فقرتنا الطبية انتهت وانتهت معها أكيد ده فقرات صباحك عندنا بنتمنى لحضرتكم يوم سعيد وموافق لكن قبل الختام نسيب حضرتكم مع تقرير من مركز نبض مع دكتور رباب الرفاعي أخصاء الجلدية وليزر بمركز نبض نسيب حضرتكم مع التقرير ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله